موسيقى القوات العراقية تستعيد مناطق جديدة في المحور الايمى من الموصل الدول المقاطعة لقطر تجتمع اليوم في القاهرة لبحث أزمة الدوحة وآخر القرارات موسيقى والأمم المتحدة تكشف مستعدون لإغاثة أهالي الرقة أثناء وعقب تحرير المدينة من داعش موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن العراقي إذ استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على مناطق جديدة في الشطر الأيمن من مدينة الموصل وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى أن الشرطة الاتحادية حررت ساحة وقراج باب الطوب ودورة الأجهزة الدقيقة وجامع خزام كما فرضت سيطرتها على طريق خالد بن الوليد هذا وأكد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن 150 مترا فقط تفصل قواته عن الضفة الغربية لنهر دجلة من جهة المدينة القديمة في الموصل أقدم تنظيم داعش على حرق أفراد عدد من الأسر الذين يتخذهم دروعا بشرية في مدينة الموصل القديمة وقال مراسل أخبار الآن أن التنظيم المتطرف اقتاد هؤلاء الأفراد إلى أحد الأبنية وأضرم فيهم النار ما أسفر عن قتلهم جميعا تكشف أخبار الآن وثائق تتعلق بالإعدامات ضد أهالي الموصل ومنتسبي الشرطة والجيش العراقي التي نفذها داعش منذ اليوم الأول لاحتلاله المدينة مطلع شهر حزيران يونيو من عام 2014 مقبرة الخفزة جنوبي مدينة الموصل هي أقوى شاهد على جرائم داعش ضد الإنسانية والأدلة التي عثرنا عليها بمساعدة القوات الأمنية العراقية تثبت جرائم هذا التنظيم الزميل حسام الأحبابي استقصى على مدى أربعة أشهر الوثائق المتعلقة بمقبرة الخفزة ثم عاد لنا بالتقرير التالي لم تتمكن فرق الكشف الموقعي الحقوقية الدولية من معاينة مقبرة الخفزة غربي الموصل بسبب صعوبة الوصول إليها حيث لغمها داعش بعشرات المتفجرات هذه المقبرة التي تعد أكبر مقابر الموصل أنشأها التنظيم قبل تحريره المدينة من احتلاله وتضم رفاة خمسة وعشرين ألفا من ضحاياه من أهل الموصل وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية ومن الرافضين لاحتلاله منذ سنة 2014 أخبار الآن تمكنت بعد أربعة أشهر من البحث والتقصي عن الأدلة التي توثق الجرائم التي ارتكبها داعش بحق العراقيين سواء من أهل الموصل أو من خارج مدينتهم تمكنت أخيرا من العثور بمساعدة القوات العراقية على وثائق تضم أسماء عدد من الضحايا الذين أعدمهم هذا التنظيم الإرهابي وقد فاق عدد هؤلاء الضحايا المسجلين فقط في هذه الوثائق التي بحوزتنا ستة آلاف جثة تمت تصفية أصحابها ورميهم في مقبرة القفصة قادة داعش في الفترة الأخيرة من احتلالهم الموصل وبعد تيقنهم من خسارتهم المدينة سعوا إلى أخفاء جرائمهم بإعدام آلاف الضحايا فأحاطوها بإجراءات أمنية مشددة وهو ما أظهرته وثيقة تحمل عنوان تنبيه وتؤكد منع تسليم أي جثة من ضحايا داعش إلا بأمر من ما يسمى بأمير ديوان أمن المستشفيات ولأي سبب كان بحسب ما جاء في هذه الوثيقة بعد أن شعر قادة داعش بأنهم تعرضوا إلى اختراق أمني خاصة في الأيام الأخيرة التي سبقت عمليات تحرير الموصل أصدر التنظيم تعميما على جميع المستشفيات منع فيه مراجعة دوائر الطب العدلي أو تسليم جثة ضحايا إلا عن طريق ما يسميه ديوان أمن المستشفيات حصرا وليس عن طريق الموظفين الذين كان يشكك في تطبيقهم لتعليماته آنذاك تشكيك قيادة داعش بأعضائها تعدت حصرها مراجعة جثة ضحايا التنظيم بما يسمى ديوان أمن المستشفيات بل بلغت إجراءاتها في الأيام الأولى لعمليات تحرير الموصل بلغت حد تخويل المسؤولين الذين كلفهم التنظيم مراقبة دوائر الطب العدلي حيث منعهم من فتح الثلاجات التي يحفظ فيها جثة ضحايا قبل رميها في مقبرة الخفصة إلا من خلال موفدين من قيادة داعش أو من عرفه التنظيم بمسؤول أمنية المستشفيات الملقب أبو صالح هذا وأكد ضباط في قوات الرد السريع العراقي أهمية الوثائق التي عثرت عليها برفقة أخبار الآن داخل مستشفى الجمهوري في حي الشفاء غربي الموصل مضيفين أن مقاتلي داعش لم يتمكنوا من إطلاف هذه الوثائق التي تدينهم بارتكاب هذه الجرائم ضد أهل الموصل ومنتسبي قوات الأمن والجيش العراقي طبعا رهبي داعش بعد اختحام هذا المكان ما لاحقوا يتلفون هذه الوثائق التي تدينهم لأنه كانت قوات الرد السريع أسرع منهم بكثير وتم قتل الكثير منهم وجثث موجودة مثل ما لاحظتوها وإلا هم لا يتركون أي وثائق مهمة والخسفة كما يسميها الموصليون في اللهجة الدارجة هي هوة سحيقة في الأرض تقع بالقرب من قرية تعرف باسم العذبة جنوبي الموصل ووفق شهادات مواطني هذه المنطقة فإن مقاتلي داعش كانوا يجلبون جثث ضحاياهم من الأهالي لرميها في المقبرة عشوائيا في حين يقوم مسلحون آخرون من التنظيم بجلب معتقلين ليلا ثم إعدامهم وإلقاء جثثهم في مقبرة الخفسة التي أحاطوها بالمتفجرات قبل هروبهم تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا يضم وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية وكان رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة إلى ذلك أصدرت كل من السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر بيانا مشتركا قالت فيه إن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤكدة أنها سترد عليه في الوقت المناسب من جانبه شدد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني شدد على ضرورة وقف تمويل الإرهاب وقال إنه على قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين أريد أن أؤكد أن أي خطوات ستقوم في هذه الدول في حال عدم سجابة دولة قطر ستكون في إطار القانون الدولي من إجراءات يحق لدول ذات سيادة أن تتخذها ضد أي طرف آخر هذا وعد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور جرغاش أن الأزمة مع قطر كشفت مواقف الدوحة بوضوح وقال جرغاش في تغريدة له على موقع تويتر إنه لا يمكن أن تدعم قطر موقع دول الخليج وهي تتأمر على السعودية أو تساند العرب ثم تكيد لمصر أو تبحث عن موقع عالمي وهي تدعم الإرهاب لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة والطوارئ في الأمم المتحدة لأخبار الآن إن نحو 185 ألف مدني نزحوا عن مدينة الرقة السورية منذ شهر أبريل نيسان الماضي مضيفا أن الأمم المتحدة لديها خطط لتوفير ممرات آمنة للنازحين فضلا عن تسهيل دخول المنظمات الإغاثية التي ستعمل على توفير متطالبات النازحين من أهالي الرقة منذ شهر إبريل الماضي كان هناك 185 ألف شخص هربوا من الرقة 109 ألف شخص منهم في شهر مايو فقط هذا يتطلب منا القيام بالكثير من العمل لأن هناك الكثير من الجرحى يعبرون الحدود التركية ونحن بالتأكيد علينا تقديم المساعدة لهم لدينا خطط لتأمين ممرات آمنة لهم وتأمين دخول جميع منظمات الإغاثة بجميع الطرق المتاحة أمامنا في ظل هذه الأوضاع الأمنية نحن نفترض أن تحرير الرقة من داعش سيكون قريبا ولدينا خطط محكمة وشاملة لتأمين المتطلبات لأهالي الرقة الذين عانوا لفترة طويلة قال المفاوض الروسي في إستانة أليكسندر لافيرينيش إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سوريا خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران وأبلغ المفاوض الروسي الصحفيين بعد سلسلة اجتماعات في إستانة عاصمة كازغستان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتفق بعد على تفاصيل الخطة ومن المفترض أن تتطرق الجولة الحالية التي تتغيب عنها فسائل المعارضة الممثلة للجبهة الجنوبية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد الأربع إضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب والمصالحة وإعادة الإعمار ما تزال مدينة الأبيض السورية تتعافى من الجروح التي خلفها تنظيم داعش الذي احتل المدينة حتى شهر حزيران يونيو من عام 2015 مشاكل المدينة لم تنتهي مع انتهاء احتلال داعش الذي استمر لسنة ونصف السنة بل أن تهديد تركيا المستمر لعبور الحدود إلى تل أبيض والاتجاه منها إلى الرقة شكلها جسا لدى الإدارة الجديدة التي تدير المدينة مراسلتنا جنا موسى والتفاصيل هذه الكنيسة الأرمانية التي عاث فيها داعش خرابا في مدينة تل أبيض وهذا هو الأرماني ساركيس الذي بقي في منزله وعاش تحت حكم داعش بعد أن دفع جزيه وهي ضريبة سنوية تفرض على غير المسلمين وصلت إلى 107 ألاف ليرة سورية أي ما يعادل المائتي دولار حول داعش الكنيسة إلى مقر عسكري وحرق كل ما فيها ولكن ساركيس أخذ على عاطقه مسؤولية إعادة تنظيفها بعد انهزام التنظيم بعض الغرف لا تزال متشحة بالسواد يعني الكنيسة كلها كانت هاي كنيسة كلها أكتر موهم هذا موشي كنيسة لسا أكتر ولا يعرف ساركيس ماذا يفعل بهذه الزنازين التي بناها داعش داخل الكنيسة والتي سمع منها أصوات التعذيب وصراخ المساجين هذه الغرف كانت تستقبل في الماضي طلابا يدرسون اللغة الأرمانية لكن داعش حولها إلى صفوف لتعليم مقاتليه أصول العقيدة والفقه والسلاح كما تظهر الكتابات التي تركوها وراءهم كان ساركيس شاهدا على الكثير من الإعدامات التي نفذها داعش داخل الكنيسة شباك منزله يطل على باحة الكنيسة وهناك خلف الستار وقف مختبئا لساعات يراقب ويرى ما يفعله أفراد داعش في وسط الأبيض لم تتم بعد إزاحة القفص الذي سجن فيه داعش من قام بالتدخين أو الاستماع إلى الموسيقى أو لعب الورق هنا في العلن وبعد جلدهم وضعهم داعش لأيام ليلا نهارا ليكونوا عبرة لمن اعتبر تمكنت من الوصول إلى رجلين من سكانة الأبيض العرب وضعوا في هذا القفص لكنهما رفضا الحديث أمام الكاميرا بسبب الخوف خطر داعش أصبح من الماضي ولكن الخوف الأكبر الآن هو من الوجود العسكري التركي على طول الحدود لنتجه معا إلى الحدود لنقف على الوضع هناك هذا المعبر الرسمي بين طل أبيض وتركيا يقف حرس الحدود خلف سواتر ترابية يراقبون الجانب التركي تركيا بجنودها والجدار الفاصل لا تسمح لأحد بالعبور إلى أراضيها ولا تقبل بأن تدخل أي بضاعة تركية عبر هذا المعبر إلى طل أبيض هذا الأمر أزعج الإدارة الذاتية التي تدير المدينة اليوم فنحن الشعب السوري وفي الشمال السوري وفي منطقة الليبط تحديدا نعرف ما هو دخل وما هو خرج من هذه الحدود أيام داعش ولكن للأسف أغلقت الحدود بعد التحرير مباشرة حتى المعابر الإنسانية حتى المعابر الاقتصادية تبعد مدينة طل أبيض حوالي 80 كيلو مترا عن الرقة ويتخوف البعض هنا أن تدخل تركيا بدباباتها إلى المدينة لتكمل الطريق إلى الرقة وبسبب التوتر الزائد هنا أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي جنودها إلى هذا المعبر للوقوف بين الأكراد والأتراك ومنع أي تصعيد عسكري بينهما يمكن أن يجلب المزيد من الدمار إلى مدينة تعب سكانها من الحرب والدمار جينان موسى أخبار الآن من مدينة طل أبيض في شن اليمني شنت مقاتلات التحالف العربي ضربات على مواقع المتمردين في مديرية سرواح في محافظة مأرب كما استهدفت ضربات قوات التحالف مركبات للمتمردين في محافظة الحديدة الساحلية ومواقع في محافظة حجة ذكرت وسائل علام أن السلطات الأفغانية رصدت طائرة مروحية إيرانية في الأول من الشهر الجاري في مقاطعة فرح الخاضعة لسيطرة مسلح طالبان غربي البلاد وكانت مصادر أمنية أفغانية أكدت أن إيران قدمت الدعم المالي والعسكري لجماعة طالبان المتشددة في مقاطعتي هرات وفرح وبحسب مراقبين أفغان فإن النظام الإيراني يرى في طالبان العدو المفيد لتقوية نفوذها في أفغانستان في محاولة منها لإضعاف الدور الأمريكي في البلاد مضيفين أن التعاون الإيراني مع طالبان يعني تجاهل الحكومة الأفغانية وشعبها وأن هذا التقارب سيضطر الحكومة الأفغانية إلى تطوير علاقاتها أكثر مع واشنطن وحلف الناتو وكان التقارير السابقة كشفت عن تورط إيران في رفع مستوى ارتباطاتها مع طالبان في الشمال الشرقي من أفغانستان هناك أدلة متزايدة على أن طالبان تتلقى المساعدة من إيران ورغم إصرار طالبان على إنكار كل التقارير التي تشير إلى أنها تتلقى مساعدة أجنبية من روسيا وإيران إلى أن هذا الإنكار لم يعد بإمكانه إخفاء الحقيقة في التقرير التالي مشاهدين نلقي الضوء على واقع العلاقة بين طالبان وإيران إليكم تحليلنا في مطلع العام الجاري كشف حاكم إقليم هلمند الأفغانية أن طهران سلم الطالبان سواريخ إيرانية الصنع لضرب القوات الأفغانية وأضف المسؤول الأفغاني أن القوات الأفغانية عثرت على صواريخ إيرانية الصنع أطلقها أفراد من طالبان كاشفاً أن عدداً من الصواريخ العشر التي أطلقتها الجماعة على مقر حكومي في إقليم هلمند لم تنفجر وتبين بوضوح من خلال الكتابة المنقوشة على هذه الصواريخ بأنها مصنوعة في إيران كلها مؤشرات تدل على أن علاقات طالبان الخطيرة مع إيران لا يمكن إنكارها جزئياً والفضل يعود لما حدث للمل أخطر منصور الزعيم السابق للجماعة قتل أخطر منصور لدى عودته من إيران وقبل وفاته كانت هناك شائعة كثيرة حول علاقاته مع إيران وروسيا ويتساءل كثيرون أين يختبئ زعيم طالبان هبطلاء خندزادة حالياً هذه الأيام هل يمكن أن يكون في إيران؟ هل من الممكن أن الطالبان لا تتلقى الدعم إيران فحسب؟ ولكن أيضاً تعتبر إيران الملاذ الآمن لها؟ هل يمكن أن يكون هذا بسبب أن طالبان تحاول الخروج عن سيطرة المخابرات الباكستانية؟ ما الذي يحدث؟ وماذا يعني ذلك لطالبان وحلفائها؟ حتى الآن فإن الخلاصة هي أن قيادة الطالبان اختارت أن تطورط مع إيران مما زاد أيضاً من حجم التوترات داخل الجماعة كما أضاف المزيد من التعقيدات بين طالبان وحلفائها أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا شمالية في بحر اليابان هو صاروخ فاليستي عابر للقرارات ووصف تيلرسون الأمر بأنه تصعيد لتهديد الأمني الذي تشكله بيونج يانج للولايات المتحدة ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم اجتماعاً بدعوة من الولايات المتحدة لمناقشة هذه القضية قبيل قمة العشرين التي من المقرر انعقادها يومي الجمعة والسبت المقبلين دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى عدم تجاهل مكافحة الفقر والجوع في أفريقيا خاصة وقد زاد عدد الجياع في العالم منذ عام 2015 إلى التفاصيل رغم كل الجهود التي تبذل من قبل قادة العالم لخفض المجاعة التي يشهدها العالم إلا أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قالت أن عدد الجياع في العالم ازداد منذ سنة 2015 وعزت المنظمة تزايد حالة المجاعة العالمية إلى ظروف مناخية وإلى الصراعات في أماكن مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن منظمة الأغذية والزراعة أعلنت أن زيادة عدد الجوع في العالم ازداد منذ عامين وهما يشكل انتكاسة للتقدم الذي تحقق على مدى سنوات مشيرة أن قرابة 60% من من يعانون الجوع في العالم يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات وتغير المناخي وأشار المدير العام للفاو إلى أنه تم إحراز تقدم في مكافحة مشاكل الفقر والجوع خلال العقود الأخيرة إلا أن مثل هذه الإنجازات معارضة لخطر الانتكاس نتيجة التحديات الجديدة التي تفرضها النزاعات والنمو السكاني وتغير المناخ وتغير أنماط الغذائية إذ هناك أكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع وللحد من هذه المجاعة تحتاج الأمم المتحدة حتى شهر تمولز يوليو الجاري قرابة 5 مليار دولار وقد جمعت حتى الآن أقل من نصف قيمة المساعدات فقط وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إن تحقيق الهدف الذي وضعه المجتمع الدولي والمتمثل في القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 أمر ممكن ولكنه يتطلب توسيع نطاق العمل بما في ذلك زيادة الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية المستدامة نشرتنا مستمر مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير تقرير يؤكد دونا روما سيمدد عقده مع نادي ميلان الإيطالي حيكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها مليار ومئتا مليون آيفون مبيعات أبل في عشر سنوات جاء في تفاصيل الخبر بلغت مبيعات شركة أبل من أجهزة آيفون مليار وحدة في شهر يوليو تموز من العام الماضي أي بعد مرور تسع سنوات تقريبا على إطلاق الجوال الذكي في الولايات المتحدة وربما يصبح آيفون المنتج التكنولوجي الأكثر ربحية على الإطلاق بعدما حقق للشركة إيرادات بأكثر من سبعمائة مليار دولار وصاف ربح قدره مائة مليار دولار ومشاهدين إلى صحيفة النهار اللبنانية فيسبوك يتيح ميزة الواي فاي لجميع مستخدميه حول العالم أعلن فيسبوك أن مستخدمي شبكتها الاجتماعية في كل أنحاء العالم على كل من نظامي أندرويد وآيفون سيحصلون قريبا على إمكان الوصول إلى ميزة البحث عن واي فاي وهي تأتي لمساعدة المستخدمين على الاتصال بالإنترنت أثناء السفر بخاصة في الأماكن التي تكون فيها التغطية الخلوية نادرة واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الويام سوني تطرح جهاز العرض إكسبيريا تاتش الذكي في الإمارات والسعودية جاء في تفاصيل الخبر طرحت شركة سوني جهاز البروجيكتر الذكي إكسبيريا تاتش في مجموعة مختارة من المتاجر في دبي والمملكة العربية السعودية هذا الجهاز يتمتع بالعديد من المزايا الذكية والتفاعلية وبإمكان مستخدميه اللاعب على أرضية غرفة المعيشة أو عرض وصفات المأكلات على طويلة المطبخ أو جعل أي جدار بمثابة لوح لعرض الرسائل نطالع مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية هل ترى سيارة أبل كار ذاتية القيادة النور؟ أكدت شركة أبل اهتمامها بالسيارات المستقلة إلا أن خبراء عدة يتسألون عن مشاريعها المحددة في سوق تحتلها من الآن أطراف أخرى وكان ستيف جوبس أحد مؤسسي أبل فكر سرا بسيارة أبل اعتبارا من عام 2008 وتسري تكهناتهم منذ سنوات حول هذا الموضوع بحيث أصبحت أبل كار أشبه بأسطورة فيكثر الحديث عنها من دون أن يعرف إن كانت يعرف إن كانت سترى النور فعلا أم لا صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها تحديث جديد لتطبيق واتساب للبحث عن الإيموشن وتغيير الخطوط أطلقت شركة فيسبوك تحديثا جديدا لتطبيق واتساب للترسل الفوري على منصة أندرويد حيث وفر تحديث التطبيق الجديد زوجا من المميزات الجديدة وتم تسريب بعض المواصفات عنهما في وقت سابق أول ميزة هي شريط اختيار أدوات النصوص الذي يتيح للمستخدمين تغيير الخط خلال الكتابة أما الميزة الثانية هو خيار البحث عن الأيوشنز والرموز التعبيرية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفي الرياضة وافق الحارس الإيطالي جاني لوجي دونا روما على تمديد عقده مع نادي أيسي ميلان وكان الحارس البالغ من العمر 18 عاما أبلغ إدارة ميلان الشهر الماضي عدم رغبته في تمديد عقده لكن تقارير أكدت أن دونا روما سيوقع على عقد جديد مع الفريق لخمس سنوات إضافية مقابل ستة ملايين يورو سنويا وينتهي عقد الحارس الشاب مع ميلان في صيف عام 2018 يعلم التنس تأهل المصنف الثاني عالميا السربينوفاك ديوكوفيتش للدور الثاني من بطولة وينبلدو للتنس ديوكوفيتش صعد بعد انسحاب منافسه السلوفاكي مارتين كليزان المجموعة الثانية من مباراتهما في الدور الأول وكان ديوكوفيتش حسم المجموعة الأولى وتقدم في الثانية بشوطين من دون رد قبل أن يعلن كليزان انسحابه بسبب إصابة في الساقة اللاعب السربي يلتقي في الدور المقبل الاتشيكي أدم بافلسك بعيدا عن الرياضة تسبب استيدام شاحنة تحمل أطنانا من الدجاج بحفة طريق سريع في النمسا في إغلاق الطريق واختناق حركة المرور ودى الحادث إلى قتل أكثر من سبعة ألاف دجاجة بينما انتشر رجال الإطفاء حول المكان في محاولة للإمساك بالدجاجات التي فرت من الشاحنة احتشد عشاق الموسيقى في مسرح صغير في الهواء الطلق في العاصمة الأردنية عمان لحضور أمسية موسيقية لعازفين بيانو من الأردن في فرنسا الحفل أقيم في مركز مركز إدارة الفنون وعزف فيه الموسيقان أربع مقطعات لملحنين ذائعي السيت مثل كلود ديبوسي وموريس رافيل الأمسية جاءت في إطار سلسلة حفلات ضمن برنامج إدارة الفنون لهذه السنة تحت عنوان فلسطين الحضارة عبر التاريخ موسيقى وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين القوات العراقية تستعيد مناطق جديدة في المحور الأيمى من الموصل الدول المقاطعة لقطر تجتمع اليوم في القاهرة لبحث أزمة الدوحة وآخر القرارات والأمم المتحدة تكشف مستعدون لإغاثة أهالي الرقة أثناء وعقب تحرير المدينة من داعش بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بقنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين الكرام عوضوا ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة